السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي الله وبركاته وعزائي الله بعض الطالبات المحلة العددية والصف الاول العددية ان شاء الله النهاردة نتعلم زيني كتب باراغراف عن ذيارة لمكان اثري يعني ذيارة زيارتك لمكان اثري زيارة مكان اثري رأى علامات الترقيم نبدأ ننسيب مسافاته عادة الكلمة نبدأ الجملة بحرف كابتر وفي نهاية الجملة نضع في مصطب نقطيب مقدمة صغيرة كده يبقى هقول ان سطور التالية او انا سوف اتحدث عن وابدأ اكتب اسم الموضوع بتاعي هتكلم عني طبعا الايه الانشانت مبنى اثري ايه حاول طبعا اليو الى ايه 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 فيزيتد يعني طبعا قمت بذيارته ممكن اقول مقدمة تانية عادي ممكن اقول ايه وود لايك انا اود او انا احب ايوود لايك تو اود ان اتحدث يبقى توق اباوت واكتب اسم الموضوع بتاعي اللي هو طبعا ايه الانشانت باودي اي مبنى اثري او قديم قمت بذيارته واحكي بقى المكان اللي انا ايه زرته ممكن اقول لاست ويك لاست ويك الاسبوع الماضي نعمل كمرا كده واحكي اي went انا ذهبت مثلا في رحلة مدرسية مع اصدقائي الى اي مكان بقى i went on a school trip يعني في رحلة مدرسية with my friends مع اصدقائي اقول المكان ممكن اقول to الى luxor الى مدينة الاكسر ممكن اقول i i went there انا روحت هناك by car بواسطة السيارة او بالقطار اي حاجة اي وسيلة بقى تبدأ ايه تبدأ تكتب عنها بقى بعد كده ابدأ اتكلم بقى عن الحاجات اللي حصلت معايا هنقول مثلا اتكلم بقى عن اي حاجة اللي زرتها في مدينة الاكسر ممكن نقول we نحن مكسنا يبقى state او بقينا in a nice hotel فندق جميل احنا اقامنا في فندق جميل مسلا لمدة ايه بقى four a week لمدة اسبوع ايه بقى مدة عصي حطها فيش مشكلة خالص هنقول بقى هناك الكثير من الاماكن الترايخية في الاقصى ويبقى there هناك ويوجد للجم there are a lot of كثير من historical places historical هنا طبعا اماكن متعلقة بالايه المباني التاريخية او التاريخ يعني شي متعلق بالتاريخ there are lot of هناك يوجد الكثير من الايه historical places الاماكن التاريخية في الاكسر يبقى in luxor او luxor ممكن نحن طبعا ممكن نقول ان احنا زرنا معبد الاكسر ان يبقى we نحن جيب التصريف التاني من visited visited we visited او نحن زرنا we visited we visited luxor temple معبد الاكسر ممكن اقول we i started about it يعني انا درست عنه i started about it عنه at school في المدرسة ممكن اقول ان هو مكان طبعا مشهور او معروف but it's it's a famous place ان هو مكان مشهور او معروف ممكن اقول ان هو طبعا ضخم في الحجم but it's very huge huge يعني ضخم in size في المقاس او الحجم طيب كمان ممكن نقول بطريقة تانية ممكن نقول ان هو معبد مصري قديم كبير it's a large ancient Egyptian temple قلت هنا ان هو ايه انه معبد طبعا مصري قديم كبير معبد مصري قديم كبير الحجم اي بيه كمان ممكن نتكلم عن ان احنا طبعا فهمنا الحياة في مصري القديمة يبقى ويه نحن could تصري في التاني من can could استطعنا او طبعا تمكننا من understand او understand ماشي ان احنا نفهم understand ان احنا نفهم طبعا the life 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 الحياة in ancient ايجيبت في مصر القديمة ويكود نحن تمكننا او استطاعنا understand نفهم the life الحياة in ancient Egypt في مصر القديمة الجملة السهلة اكتبها ويه صعبة بلاش طيب نبدأ نكامل ممكن نقول ان اول مرة انها كانت اول مرة طبعا ان انا نشوفه يبا انها انها اول مرة لي to ان see it ان اراه لقد كانت انها كانت المرة الاولى لرؤيته او ان ارى it was my first time to see it طيب ممكن نقول I enjoyed انا استمتعته I enjoyed a lot كثيرا طيب ايه كمان ممكن نقول الكتابة اللي على القدران دي ادتنا مرمات كويسة عن اللغة والدين عند المساعدة النقودة ما يبقى the writing writing النقوش او الكتابة on على the walls الجدران او الحوائط give us give هنا التصريف التاني من give give us انه الف في اخر الكلام ده مرمفعول the walls give us اعطتنا عدتنا ايه طبعا the useful information 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 اقضى الكلمة المقاطع information يبقى ثاني the writing الكتابة او النقوش on على the walls الجدران او الحوائط give us اعطتنا useful information معلومات اه مفيدة ممكن نقول about عن about عن اللغة عن احنا طبعا اللغة وكمان الدين يبقى the language language اللغة and الدين اللي هو religion religion اعطى الكلمة المقاطع ادتنا معلومات كتير عن الدين اللغة the language of ايه لدى طبعا المصريين القدمان يبقى of Egyptian people عن القدماء المصريين لدى القدماء المصريين يبقى النقوش دي على الجدران اعطتنا معلومات مفيدة عن اللغة والدين لدى القدماء المصريين region of ancient Egyptian في فلنهم والناس المصريين اللي ايه القدماء يعني طيب ايه كمان ممكن نقول كانت رحلة كويسة جدا يبقى was نها كانت amazing trip احنا مدهشة جدا طيب ممكن نقول وليكن المعلم بالتاريخ بتاعنا ساعدنا كتير يبقى our ده الصفة الملكية محتاجة اسم طبعا يبقى our history our history teacher معلم التاريخ الخاص بنا helped us ساعدنا a lot هنقول ان احنا كنا ساعداء جدا يبقى we where اسماش where اسمها نحن كنا very happy ساعداء جدا طيب ممكن اول حاجات كتيرة جدا يعني اختار برضو الجمل منها المناسبة واكتبها يبقى ممكن نقول حاجة اي انا اتكلم عن نفسي بقى اي لايك الفعال اللي بيجي بعد منها الفعال مدفلة اين جي اي لايك visiting احب طبعا زيارة اي لايك اي لايك اي لايك انا بحب طبعا زيارة historic places الاماكن التاريخية so much جدا ممكن نقول ممكن نقول اي انا was very pleased انا كنت مسرور جدا i was very pleased to visit them لذيارتهم they they هما are amazing كانوا مدهشين طيب ايه كمان ممكن اتكلم اوصف القدماء المصريين انهما كانوا نص عظام ممكن اقول مثلا ايه انها كانت بطريعة ثانية ممكن نقول it was a very interesting visit انا كانت رياضة اوزرا زيارة ايه interesting مدهشة او شيقة it was a very interesting visit انا كانت زيارة شيقة جدا كمان ممكن نقول the the ancient the ancient the ancient the ancient the ancient Egyptian were كانوا truly truly great truly truly great truly great يعني حقا ايه ايه كلمة trolley هنا trolley بمعنى حقا او بصراحة او في الواقع او بصدق كانوا بحق أو بالصدق أو بصراحة أو في الواقع عضاء great يعني عضاء طيب ممكن نقول في الآخر I will أنا سوف I will never أنا طبعا لن أنسى I will never forget for forget لن أنسى visit زهي الزيارة إذا كتمت كلام كتير جدا اختار حضرتك طبعا الجمل اللي مناسبة عندك واكتبها أتمنى لكم التوفيق والنجاح متنساش اللايك والشير عشان وصل لكم الجديد شكرا ومشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووزران عليك الله السلام عليكم